أسعد الله وأوقاتكم متابعين الكرام أسأل الله أن تكونوا بخير أنتم وأحبابكم ومن حولكم اليوم توقعتنا ليوم السبت 25 شباط فبراير طبعا القمر اليوم موجود في برج الثور القمر الآن موجود في منزلة الثورية وهي منزلة جيدة تنفع للبدء بكل شيء وغير مناسبة لإظهار أي شيء ومناسبة للسر والكتمان وإخفاء الأمور طبعا القمر رح يظل موجود في هذه المنزلة لغاية الساعة 11 و 51 دقيقة من منتصف الجمعة على السبت بعدها بده ينتقل لمنزلة الدبران وهي منزلة سيئة لا تصلح إلا للعداء والمشاكل ومن الأفضل عدم البدء بأي شيء جديد ورح يظل القمر موجود في هذه المنزلة لغاية الساعة 11 و 34 دقيقة من قبل منتصف ليل السبت على الجمعة لا ينتقل القمر بعديها لمنزلة الهقعة وهي منزلة سيئة لا تصلح إلا للأشياء المضرة بما ينفع مثل استخراج السموم وغيرها ومن الأفضل عدم البدء بأي شيء جديد بالنسبة للقمر بما أنه رح يكون موجود في برج الثور أغلب اليوم رح نشعر بالحذر أكثر من ميل المحافظة على ممتلكاتنا وقل ما نبحث عن شيء جديد يجب أن نعتمد على أنفسنا ماديا وأن لا نفكر في اقتراض المال من مصرف أو صديق وهذه الفترة في فترة وجود القمر في برج الثور يستحسن البدء ببرنامج ادخار ويمكن شراء عقار ماء أو قضاء وقت ممتع في البيت بمشاهدة التلفاز مثلا بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا أول زاوية رح نحكي عنها بالنسبة للزوايا طبعا البطيئة الآن على الخارطة الفلكية أنت بشوف في مجموعة زوايا موجودة هذه الزوايا أغلبها إحنا ذكرناها يعني تكلمنا عنها في الحلقات السابقة الآن هي مش ذروة هذه زاوية هي زوايا منفصلة إحنا منسميها يعني متشكلة ضعيفة جدا إحنا منذكرها بقوتها فأغلب الزوايا الموجودة إحنا ذكرناها في الحلقات الماضية فما في داعي ظلنا نذكرها وهي ما إلهاها التأثيرات المهمة أما بالنسبة للزاوية اللي اليوم زاوية وحيدة عندنا هي اللي رح تتشكل هي زاوية اقتران إيجابية بين القمر وبين أورانوس وهاي رح تكون ذروتها الساعة 12 و24 دقيقة ظهرا بتوقيت جرينيتش طبعا تأثيراتها طيلة النهار باي زاوية بتعزز قدرتنا على استغلال المناسبات الاجتماعية والاستفادة منها ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر منا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية خلال هذا اليوم وإجراء الفحصات إذا شعرنا بشيء غير اعتياد لا إلها وما بجوز عمل عمليات جراحية كبرى لا إلها عمليات صغرى ما في أي مشكلة أو علاجات ما في أي مشكلة العنق والحنجرة الحبال الصوتية الغد الدرقية اللوزتين تفاحة آدم أما بالنسبة لعمليات التجميل والحقن ما في أي مشكلة خلال هذا اليوم هذا اليوم لا يصلح لإزالة الشعر الزائد يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ويصلح أيضا للقص العلاجي بالنسبة للقمر بما أنه موجود في برج الثور خلو المسار القادم بيكون يوم الأحد ستة وعشرين اثنين بيبدأ في تمام الساعة ثنتين واثنين واربعين دقيقة عصرا بتوقيد جرينتش وبيستمر حتى تمام الساعة ثلاثة وسبعة واربعين دقيقة بعد العصر لا يستقر القمر بعدها في برج الجوزة أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار المربع عمره خمس أيام في تمام الساعة سبعة وسبعة عشر دقيقة صباحا بيصير عمره ست أيام نسبة الإضاءة بتصير خمس وثلاثين في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الحوت حتى يوم عشرين ثلاثة الآن منتحسة بنسبة عشرة في المية ولكن في ساعات الصباح بتصير منتحسة بنسبة خمس وعشرين في المية وبتكمل طيلة النهار على نفس النسبة القمر في برج الثور حتى يوم ستة وعشرين اثنين منتحس الآن بنسبة خمس وعشرين في المية في ساعات الصباح بصير منتحس بنسبة خمسين في المية ساعات العصر بصير منتحس بنسبة أربعين في المية في ساعات المساء بصير منتحس بنسبة ستين في المية عطارة في الدلو حتى يوم اثنين ثلاثة منتحس بنسبة خمس وعشرين في المية الزهرة في الحمل حتى يوم ستة عشر ثلاثة سعيد بنسبة ستين في المية المريخ في الجوزاء حتى يوم 25 ثلاثة منتحس بنسبة 10% المشتري في الحمل حتى يوم 16 خمسة سعيد بنسبة 15% زحل في الدلو حتى يوم 7 ثلاثة سعيد بنسبة 15% أورانوس في الثور حتى يوم 29 ثمانية سعيد بنسبة 15% نبتن في الحوت حتى يوم 36 سعيد بنسبة 15% وبلوتو في الجدي حتى يوم 23 ثلاثة سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا هذا يوم بيحمل معاه فرصة مالية بتكون مفاجئة وبتدخل تحسين على ميزانيتكم أغلب الفرص المالية اليوم تيجي من عمل إضافي أو مستردات هبات هدايا دعم أشياء من هذا القبيل ممكن تعلقوا استحقاق مالي أهم إشي أنه ما تتسرعوا بتوظيف الأموال بل دققوا بالتفاصيل بتطمئن خواطركم نوعا ما وبتتحسن المعنويات بشكل ملحوظ برج الثور طبعا اليوم ثقتكم بأنفسكم كبيرة وعندكم طاقة ونشاط عالي جدا بإمكانكم تبادروا لخطوة جديدة دعم من مركزكم الاجتماعي وبرضو بتتحسن المعنويات بشكل ملموس وبتنطلقوا في ورشة جديدة أهم إشي أنكوا تتشجعوا لمواجهة الواقع ممكن تتمارسوا إدارة قوية مع اندفاع وحماسة وتنتصر على كثير من الاعتبارات برج الجوزة بالنسبة لموليد برج الجوزة طبعا هذا اليوم لأن القمر استقر في بيت المتاعب بيتطلب منكم عدم المبالغة في جهدكم الجسماني عاولوا أنكوا تنجزوا ما بوسعكم من عمل متراكم دون إهمال صحتكم أهم شيء ما توقعوا على عقد ما تبدأوا عملي جديد لأنها هاي فترة فارغة من الحظ حللوا الأمور بهدوه وابتعدوا عن الأضواء ولا تقرروا على شيء عشان ما تخيب آمالكم طبعا فترة ضاغطة ما بنصحك باتخاذ قرارات برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا اليوم بتسعدوا من لقاء الأصدقاء وتعاونهم معكم ممكن يفاجئكم أحدهم بتصرفاته أو طلباته أو يتوجه لكم دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو تسعدوا من لقاء الأصدقاء أهمش أنه اليوم ما تبقى وحيد الظروف واعدة بتعاطف وتعييد لتحركاتك بتفرح بدعم من جهة ما ممكن يكون في عندك لقاء أو تعاون متبادل برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا هذا يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أو بيرغبوا في إدخال تعديل على طبيعة عملهم وبيوسعكم إثبات جدارتكم للمسؤولين أهمش أنه ما تتذمروا من كثرة الأعباء والضغوط الكبيرة اللي في هاي الفترة اللي هي فترة نعتبرها فترة مهمة ولكن هاي الضغوط ممكن أنها تكون مش لصالحك إذا فقدت السيطرة لا تسمح لعواطفك بأنها تأثر على سلوكك وأدائك وسيطر على أعصابك حتى لو شعرت بالانزعج برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء طبعا اليوم ممكن يصلكم خبر من خارج البلاد أو تنجحوا في أمور إلها علاقة بالسفر والاتصالات وتزداد رابطكم في البحث عن قاسم مشترك بيجمعكم بأحباكم ترتفع المعنويات وبتصير فرص النجاح واضحة بشكل كبير وبتعودوا للإمساك بزمام الأمور يعني فترة إيجابية جدا بيسهل خلالها الحوار وبتفرحوا بخبر أو دعم معين وفيه احتمالية سفر برج الميزان ثم فرصة لمكسب مالي إلو صلة بشراكة أو تعويض ولكن صحتكم أو صحت قريب لإلكم بتكون بحاجة للرعاية سارعوا لا تهدئة الخواطر ترتيب الأوضاع ما بيتخلى يعني حاول أنه يعني أنه الأشياء اللي ظهر لإلك أنك تتخلى عنها ولكن الأشياء المهمة ما تتخلى عنها نهائيا بس أنك ما تتزمت بقراراتك حاول أنك تتصرف بدون تباطئ لتصحيح الأوضاع وإعادة بعض الأمور لنصابها ممكن تنشغل اليوم بمعاملات أو أوراق برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا القمر صار مقابلكم تماما هذا الشيء اللي يعني بيعمل هذا اليوم مناسب للقيام بعمل بتطلب تعاون من طرف ثاني وبوسعكم تعزيز شراكاتكم ولكن بتكون تتجنبوا الإنفعالات اللي بتخفي عداوي لا سيما مع الإدارات والمسؤولين وبحذرك من المشاركة بأي جدال أو صراع لأنه خصمك أقوى منك وأنت الخاسر الأكبر خلال هذا اليوم حاول أنك تضبط أعصابك قدر الإمكان وراعي طاقتك لأنها ضعية برج القوس رغم تراكم العمل إلا أنه عندك قدرة على إنجاز الكثير من الأعمال خلال هذا اليوم نضموا جدول غذائكم خذوا قسط كافي من الراحة ما تلتهوا وبأي أمر ثانوي من المستحسن أنه تبدأوا عملكم بوقت باكر إنشطوا إنجزوا أعمالكم ما تخلوا الأعمال تتراكم عشان ما تعملوا وقت إضافي فترة مثمرة وجيدة ممكن تتلقى نتائج لجهودك السابقة أو تنطلق في مرحلة جديدة ولكن ما تفرض سلطتك على زملائك وما تهمل أعمالك وما تهمل صحتك برضو برج الجديد بالنسبة لموليد برج الجديد طبعا اليوم بترغبوا في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم وبوسعكم ممارسة نشاط فني أهمش إنه ما تترددوا في التعبير عن عواطفكم حاولوا تكريس مزيد من الوقت للأحباء بتنمو بعض العلاقات وبتزدهر لكن لا تسمح لشؤونك الشخصية بأنها تأثر عليك الأجواء العاطفية ممتازة ولكن حاول اليوم إنك ما تفرض سلطتك على أحبائك وما تبالغ بالترفيه يعني بدك تكون معتدل وما تعتمد كثير على الحضور برج الدلو بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم وبإمكانكم تعزيز الروابط العائلية اليوم ممكن تنشغله بمسائل عائلية أهم شيء إنك ما تترك أي شخص يحبط طموحاتك أو يتدخل في شؤونك وحاذره من الخلافات وما تضخم الأمور أنت اليوم حساس زيادة ومتوتر وهذا الشيء ممكن يسبب لك بعض القلق حاول أنك تركز بشكل جيد ممكن يصير بعض الأعطال أو الاهتمامات العائلية أو البيتية اللي تتطلب منك جهد أو فلوس برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا اليوم بتنشطه بالدراسة والسفر والاتصالات وتعتبر هاي فترة مناسبة للخروج في نزهة قصيرة وبيكون لكم نوع من أنواع التعامل مع الإخوة أو الجيران ولكن بتكت حافظه على الموضوعية والهدوء والرصانة حصن نفسك بالمعنويات المرتفعة اليوم رح تكون عندك تنقلات مهمة وانت بتتمتع اليوم بسرعة خاطر وسرعة بديهة وقوة الأفكار والأعذار تتمتع بنشاط وحماسة وزي ما حكينا برضو في اهتمامات إلها علاقة بالسيارات أو بالأجهزة الإلكترونية هيك بنكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء